أعلنت شركة أبل عن تسجيل مبيعات وأرباح غير مسبوقة في ربع السنة الماضي مع زيادة إقبال المستهلكين على شراء هواتف آيفون جديدة والتي فاقت تقديرات والستريت وارتفعت المبيعات بنسبة 19% في الأمريكتين فيما ارتفعت بعشر بالمئة في أوروبا والصين وبلغ إجمالي إرادات أبل في ربع السنة الماضي 97.3 مليار دولار بزيادة قدرها 8.6% عن الفترة نفسها قبل عام وأعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 93.89 مليار دولار وفقاً لبيانات ريفينيتيف وبلغت الإرادات الفصلية من مبيعات الهواتف في جميع أنحاء العالم 50.6 مليار دولار بزيادة قدرها 5.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي وأعلى من متوسط تقديرات بلغ 47.88 مليار دولار فيما بلغت الأرباح 25 مليار دولار أو 1.52 دولار لسهم وتجاوزت بسهولة توقعات المحللين عند 23.2 مليار دولار و1.43 دولاراً لسهم